إضافة التطبيقات لعدم الإزعاج على جهازك الخاص أندرويد اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية التعرف على هذه الطريقة من خلال إتباع مجبوعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط أو الإعدادة نقوم بالضغط عليها بعدها نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا بعدها نأتي إلى الأصوات والإهتزاز نقوم بالضغط عليه ثم بعدها نأتي إلى هذه النافذة الخاصة نقوم بالنزول إلى الأسفل نأتي إلى عدم الإزعاج نقوم بالضغط عليه ثم بعدها نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا بعدها نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها وهنا سوف تقوم بالضغط على إضافة التطبيقات لكي تظهر لك تطبيقاتك الخاصة وبعدها تقوم باختيار التطبيقات التي تريد إضافتها في هذه النافذة لكي لا تقوم بتلقي إشعارات فيها أولا نكون قد انتهينا تسلسوا اشتراك وضغطة رسال لايك ورتقي في فيديو آخر إن شاء الله